السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلبة وطالبات المرحلة الفنوية في دو جديد والحلقة الفالفة من موضوع اشتقاق الدوال المفلفين هنتكلم فيه اليوم يا شباب لطلاب الصف الفالف الفنوي علمي فرع التفاضل والتكامل قبل ما نبدأ بالشرح إذا أعجبت بالقناة اعمل لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد يوميا من خلال القناة واترك سؤالك في التعليقات للرد على أي استفسارات عندك خاصة بالموضوع في الحلقة الفانية تكلمنا عن موضوع اشتقاق الدوال المفلفين وقلنا الدوال المفلفين اللي هي الجا والجتا والضا أول شي عندنا لما يكون عندي دلت سين تساوي جا سين المشتقة بتاعتها دل شرطة سين مشتقة الجا بجتا دل شرطة سين تساوي جتا سين رقم اثنين لما يكون عندي دلت سين تساوي جتا سين مشتقة الجتا بسالب جا رقم ثلاثة اللي اكتبها الحين يا شباب بخلي بالكم دلت سين تساوي ذا سين مشتقة في ذا عندك أدي دل شرطة سين دي مراجعة حق الأجزاء اللي خدناها عشان مرتبطة بالموضوع اللي نتكلم في اليوم مشتقة في ذا بقاتر بيع سين دي القوانين دي لازم نعرفها ولازم نحفظها كويس جدا لما نجي نتكلم اليوم عن موضوع المقلوبات مقلوبات الدول المفلفية من ضمن الحاجات اللي ذكرناها قبل سابق خلي بالكم معنا في الحلقة السابقة أننا عندي قاسين تساوي واحد على جتا سين دي مهمة جدا بالنسبة لي وعندي قاسين تساوي واحد على جا سين وعندي فاطغسين تساوي واحد على فاطغسين دي الموضوعات اللي عندي اللي نتكلم فيها اليوم هنتكلم عن موضوع المقلوبات المقلوبات اللي هي عندي القاء والقاتر والفاطر اسمها مقلوبات الدول المفلفية الأساسية أنا عايز أجيب المشتقى بتاعت لما أقول لك الصاد وجلنا أن الصاد اللي هي دلت سين الصاد تساوي فاطا سين يبقى لما أجيب أقول لك الصاد هو تساوي فاطا سين يبقى الصاد شرطا أنا عايز أجيب المشتقى بتاعت الفاطا سالب قطع تربيع سين وحتطالك في دايرة هو طب تعني أخذ مفال على الكلام ده واتي أدي مفال عندنا لما أقول لك الصاد تساوي فطة سبعة سي احسب صاد شرط او ده الشرطة سي او المشتقة الاولى ادي السؤال قدامك هو ادي صاد شرطة تساوي الفطة المشتقة بتاعتها سالب قطة تربيع سبعة سين تنزل نفس ما هي ادي سبعة سين تنزل نفس ما هي يا شباب في مشتقة ما في داخل قوس اللي بسبعة تساوي السبعة دي ترميها برا تصير سالب قطة تربيع داخل قوس سبعة سين نفس ما هي الدالة داخل قوس تقعد نفس ما هي يا شباب خالب لكم معاها خذلي مفال على الجزئة دي كده هعطيك كم فانية تحيل مفال دواتي ادي مفال هو تطبيق مباشر امسك الورق والجلم واشتغل معايا صاد تساوي الفطة خمستاشر سين احسب صاد شرط او دال شرطة سين يلا كده مع بعضينا هعطيك كم فانية لما فرض تكون اتحلت الحين صاد شرطة تساوي مشتقة الفطة بسالب قطة تربيع خمستاشر سين في مشتقة ما في داخل قوس اللي بخمستاشر تساوي سالب خمستاشر في قطة تربيع خمستاشر سين وخليها نفس ما هي حطتها في قوس طب تعنا اخذ دالة فانية عندنا لما اقول لك انا عايز اجيب المشتقة بتاعة قاسين صاد شرطة تساوي مشتقة القابل النسبالي عبارة عن قاسين مضروبة في ضا سين وخلي دا عندك في دايرة يبقى القامو اشتقتها عبارة عن قام ضرب ضا طب تعنا اخذ مفال على الجزئة ديت عندنا مفال واحد لما اجي اقول لك افا كان دالة سين تساوي ضا تسعة سي احسب دال شرطة سي ادى الحل انا عايز اجيب دال شرطة سي ناشى معاك جزئية جزئية تساوي مشتقة الضا مشتقة القا مشتقة القا دي هنخليها قا آسف فانخلي دي قا يا شباب نخلي دي تقا مشتقة القا يبقى اجرى السؤال فانم فال واحد افا كان دالة سين تساوي قا تسعة سين احسب دال شرطة سين انا عايز اجيب المشتقة بتاعت القا القا عبارة عن قاسين مضروبة في ضا سين يبقى اكتب قا اكتب الدالة نفس ما هي يا شباب تسعة سين مضروبة في ضا تسعة سين لا ننسى نضروب في مشتقة ما في داخل قوص مشتقة التسعة سين بتسعة تعديل بسيط نقول دال شرطة سين دايما نخلي العدد ده نخلي من جدام الدالة تسعة مضروبة في قا تسعة سين مضروبة في ضا تسعة سين ونخلد في قوص او نخلد في دايرة مفال فان على الجزئية دي هاته كده ادي مفال هو امسك الورج والجلم واشتغل معا بيدك انا عندي دالة سين تساوي قا اتنين سين يلا هاتلي دال شرطة سين مع بعضينا كده يا شباب ادي دال شرطة سين تساوي مشتقة القا عبارة عن قا ضرب الظا يبادي قا اتنين سين مضروبة في فا اتنين سين مضروبة في مشتقة ما في داخل قوصة اللي هي بفنين يبادي اقول دال شرطة سين زي ما قلنا عملية تنظيمية نخلي الفنين من جدام ادي فنين مضروبة في قا اتنين سين مضروبة في فا اتنين سين ودايمة اللي اجيبها تربيع سين وجبت مشتقة القا بقا سين مضروبة في فا سين وخدنا انفل على الجزئية دياتي طب تعا ناخد شايفان يا شباب احنا عايزين نجيب المشتقة بتاعت قا تا سين قا تا سين يبادي صاد شرطة تساوي تساوي نبصل لكواس كده انا عايز اجيب المشتقة بتاعت القا مشتقة القا بسالب قا سين مضروبة في فا سين والقوان انت نحفظها بالنسبة لنا يا شباب ونفهمها كواس جدا وكيف نتعامل معها في التطبيقات ناخد مفال على الجزئية دياتي يا شباب انا عندي الصاد تساوي قا تا خامسة سين احسب قيمة صاد شرطة ادي السؤال هو خلا بالك معي هقول ادي صاد شرطة تساوي مشتقة القطع بسالب قطع خمسة سين مضروبة في فطع خمسة سين مضروبة في مشتقة ما في داخل القوص مشتقة الخمسة سين بخمسة تساوي الخمسة نرميها قدام تصير سالب خمسة في قطع خمسة سين في فطع خمسة سين وخلدي عندي فقوص طيب تعنا ناخد عندنا انفلة على مشتقة الدوان المفلفية الاساسية اللي هي الجا والجا تغفى وأنفل على المقلوبات لسه موغدينهم دلوقتي متكلمين عنهم اللي هي القتة والقا والفطة اول مفال بالنسبة لي لما اجعل لك الصاد تساوي فطع أربعة سين احسب قيمة صاد شرطة لسه احنا وغدين مشتقة الفطع بسالب قطع تربيع سين يلا كده هذه صاد شرطة تساوي مشتقة الفطع بسالب قطع تربيع والدالة دي تظل كما هي أربعة سين في مشتقة ما في داخل القوص اللي بكام أربعة وخلي الأربعة من قدام تصير سالب أربعة في قطع تربيع أربعة سين دي المشتقة بالنسبة لي تعنا ناخد مثال امسك الورق والجلم ويعطيك خمس فواني تحلل السؤال الجايدة إذا كانت صاد سين تساوي فطع تمانية سين احسب قيمة شرطة سين يلا كده يا شباب هسيبك خمس فواني مفروض تكون حلات الحين منتظر مشتقة الفطع عندي هذه صاد شرطة تساوي سالب قطع تربيع تمانية سين مضروبة فيه مشتقة ما في داخل قواص الهركام بثمانية دائما نخلي العدد جدام الدالة زي ما نقول يبقى نقول صاد شرطة تساوي سالب ثمانية في قطع تربيع عملياتهم فيمية فقط لغير داخل ثمانية سين وحطات ديت عندي في دايرة يبقى مشتقة الفطع ثمانية سين سالب ثمانية في قطع ثمانية قطع تربيع ثمانية سين مثال فاني يا شباب تطبيقا على الجزئة اللي طافق الجزئة السابقة اللي احنا شرحناها في الحل لما اتقول لك إذا كانت عندك دالة سين تساوي تسعة سين احسب دال شرطة سين اجي على جنب كده اقول لنا عند الصاد تساوي فا سين صاد شرطة مشتقة الفا عندي بكام؟ بقى تربيع سين مشتقة الفا بقى تربيع سين يلا كده اتعا نطبق دي هنا في القانون دواته يبادي دال شرطة تساوي مشتقة الفا بكام؟ بقى تربيع تسعة سين في مشتقة ما في داخل قصة اللي هي بتسعة الجادي دال شرطة تساوي التسعة نخليها جدام الدالة تصير تسعة مضروبة فيه قاة تربيع تسعة سين ونخلى ده عندنا في دالة بالشكل دواته خذ المفال على الجزئية ديتها عندك ادي المفال هو ادي المفال انا عندي إذا كانت دالة تسين تساوي فا اتناشر سين احسب دالة شرطة سين يلا كده نتناقش معها منطبر ثلاثة فوالي تكون حلية دالة شرطة سين تساوي مشتقة فا بقى تربيع اتناشر سين في مشتقة ما في داخل قصة اللي هي اتناشر سين با اتناشر اتناشر سين اتناشر سين اتناشر سين اتناشر سين دالة شرطة سين اقول له اذا الحل دالة شرطة سين تساوي مشتقة القطة معناها سالب قطة حداشر سين مضروبة في فطة مضروبة في مشتقة ما في داخل قصة اللي هي احداشر مضروبة في تدام فطة مضروبة في وخلي دالة شرطة سين عملية نأخذ مفيل تطبيقا على البزيادية تهمسك الورب الجلم جدامت بالضبط خمس فواني. فالمفال اللي هنعطيه. المفروض احنا نكون حفظنا القوانين واستوعبناها كويس جدا. ادي قطة. افنين سي. احسب. دال شرطة سي. يلا ما نحل معاي شباب. منطفر. اه? حلينا ولا لسه? ادي دال شرطة سي. مشتقة القطة. بسالب قطة. في فطة. اثنين سي. مضروبة في فطة. اثنين سي. مضروبة في مشتقة ما في داخل قصة الدالة الاصليه بفنين. يبادي دال شرطة سي. نمسك الافنين خليناها برا. سالب اثنين. قطة. اثنين سي. مضروبة في فطة. اثنين سي. وخالي ده عندي في دايرة. دايما للشغر بتاعي اجيبه وخليه في دايرة عشان يبواضح بالنسبة لك. اخر مثال بالنسبة لنا يا شباب. لما اقول لك انا عندي دالة سين تساوي قاع عشرين سين. نجي على جنب. انا عندي الصاد تساوي قاسي. طب صاد شارطة تساوي. مشتقة القاع. القاسي. مضروبة في الفاسي. والقاعدة اللي نستغلها هنا. تعالش في السؤال عندنا بيقول ايه? السؤال بيقول لك اذا كانت دالة سين تساوي. قاع عشرين سين. احسب دال شارطة سين. اقول له اذا الحلقة. انا انا عايز اجيب دال شارطة سين. اللي هي المشتقة الاولى. دي عبارة عن قاع. عشرين سين. مضروبة في فا. عشرين سين. مضروبة في مشتقة ما في داخل قاس. اللي هي عشرين. دال شارطة سين تساوي. العشرين دي خليها برا هنا كده قدام الدال. لا ادي عشرين. مضروبة في عشرين سين. مضروبة في فا. عشرين سين. دي دال شارطة سين بالنسبة لي. وحطتها في دايرة. وان كده نكون نصلنا ان شاء الله بإذن الله تعالى لنهاية الحلقة. لا تنسى اذا اعجبت بالقناة اعمل لايك. واشترك في القناة. وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. واشترك في القناة ليصلك كل جديد يوميا من خلال القناة. واترك سؤالك في التعليقات للرد على اي استفسارات عندك خاصة بالموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.